مرحبا بكم مرحبا بكم اليوم كولا جيتكم بوصفة جزائرية ولا تقليديا هذا الطبق الكسكس هذا الخضار المتبقية في الفريجدار كل سمانة يبقون بعض الخضار مهمشين ولا مذبالين كامل اليوم كولا جبت لكم هذا الطبق باش تستغلو هذوك الخضار وتستفادوا منهم وتاكلوهم وما تعلموهمش اما كاتواي مستقي بوصفة سكسو انظر ستنسنو كنسب سكسو عمانا ساقي بوصفة سكسو سالخضار نيوك يتاقوان كفريجدار ونسألها كمكة الحميز مليون كمكة الحميز ونفضل في الفريجدار اقدم اربطة مهمشين ونحن نسألها ونحن نتبقية المتبقية ساقي بوصفة سكسو فريجدار ساقي بوصفة سكسو زيارة وفريجدار ونحن نتجم رائعة يتناقية كنت أتصاق ومشفう كثيرًا ومشفاء والمشاكل بكثيرًا ومشفاء معلوم子 وستوى وازد وتضيف qualified كانت أسرع شوية نزيث الزمور مبادسي ناع ذك الزمور وكثي فصلت الناع وذرعي خسان الناع وثنى رعصة فرنوه وكنيع أدقيون وتراغة شما نيل الملح نيل العقاق اكوذك سوم ناع وكنيع أدقيون هنا يا قبل من بدأ طياب بتاعنا لازم دايما تقولوا بسم الله باش تجيكم الملك لتاكم بنينا هذا هو السر في البناء دايما تقولوا بسم الله هنا في الوصفة هذي تحكموا هذك الخوضاء المهمشين ولا المرميين في الفريجيدة هنا ينسحقوا البصل ونسحقوا طماطيش ونسحقوا زلودية الجزر ونسحقوا شوية قرعة والحمص هنا يحكمت هذا لحمة العظام اللي بتبقى ونيم الملعد احتتهم فلق الدلامعة شوية زيت زيتون وهنا يعني نقطع في البصل وبعد نزيد له هذك اللبصل ونخليه يتقلى بلا ما نزيد والو جلس تحطيت شوية ما اخطر شانا نقلي بزيت زيتون يعني خايفي تحرق لي هذا ما كان اللبصل مع هذك العظم وشوية زيتون وشوية ما ونخليه كامل هذك الحوادي يتقلى ونبعد نولي ونقطعوه هذك الجزر قطع طويلة شوية انا نحب نقطعوه هكذا وتقطع راجع ليكم كل واحد يقطع كي ما يحب شوفتو هذك زلودية الصغيرة كامل ديما نحطوها في الطرف وجه هذا هذا اليوم جنهارها بشن طيبها سوف تشوفو كيفاش نقطعها نقطعها شوية طويلة وبعد تولو الفيديو تشوفو كيفاش نكملوها النيغة ونتي تزوارا غانة اريخ سنيغة اكوذ الفصي نيغة اكوذ الزيت اريغة شوية بوامانة خاطر ايوكيني اذي يحرق الزيت نيغة زيت وزموم كتنظرة تشاض دقيقة سيجميس ارنوغن نفس الكاس بوامان ايوكينيغة تشاضارا وكنيغة خطورو يارا غذي صحان ان اضفق التشاضيع اسم تشوفو كيفت الممكن وان قد اضفق هذه الفيديو تشفق سليغة قطيرة كيف سيجمز مجمز اللايات الناس فلما ان تكون العطاقينة وان اولوكينيغة تسليغة اكوذ مجمز لماذا توجد الممكن اضغط الاحيان بشفقة نضحة أكثر برجعة و اضغط المنشيطة و اضغط الحذقة ثم اضغط المنشيطة و اضغط يخلق الاحيان و اضغط الاحيان و اضغط المنشيطة في البداية اضغط هذا البصل مع هذا العظم لديكم الحمدير واللحم واللجاج كيف كيف يوجد جبنين وبعد نضيفه يتقل على غرضه وبعد نضيفه حاجة اخره هنا يحكمنا طماطش هنا الطماطش كان مكونجلي على بيهارابيتو وزدته شوية طماطش مصبرة وزدته شوية دوابل العكري الكور اسمه خراس الحانود والكمون خلط كامل وزدته السر حباق المجفف فتو كامل خلط كامل هذا حباق مجفف وبعد فتو كامل وزدته شوية زيت شوية بش لمدلل بنا هذا ما كان خطش الكولا من عشاق زيت الزيتون وانا راح نحط شوية زيت نخلطه كامل هذه المكونات ونحطوها ونحطوها مع البصر لكي يتقلم اثنى هذه المكونات ونحطوها 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 بعد اضفر ونحطو الملانجية ونحطوها اثنى هذه الملانجية وردت ملانجية ونحطوها حبيبتي لا تنسوا الملحة ونحطوها 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 لا تديروش ما بصح يمجلو واحد البناء ما شاء الله لاحبيتو المرقة تجيكم بنينا تبعو كامل نصائح ليكو لا تمدهلكم اخطى والله العظيم ملا شيء خرج خرجت واحد المرقة ولا اروع ما حطيتوش بزاف الحم ما حطيتوش بزاف خضراء ما بصح والله العظيم لاني نحكي لكم من قلبي خرج ولا اروع اهنا يا كما كنت شوفو اضطلت له هذا الحمص مع الجزر بعد تخلط كلش وخليتوه يتلقى هذا هو السر لازم تخليه المرقة حتى تطلق كامل لدم وتشوفوها تخليت منيحهم بعد تمرقوها بالمسخون اثاني هذا قيرا مشيون دنيا غمي ساريغ طوما تشني يقليو ايث هم يتفاق ايش كيه ايش كيه ايش ايش كيه ايش كيه ايش ايش كيه ايش كيه ايش كيه ايش كيه ايش ايش كيه ايش ايش كيه ايش كيه لو ارد بتزار ايش كيه ايش تسر قريب ان تسر لازم كيه ايش كيه او غم يزد و تعطي تأكدية تأكدية التي تفذلها السيخ سيخ 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 السيخ هكذا.. وهذا خلال مكان يحبب المطابق بجتماعي حيث تكون في الجهاز تكون في واضحة رائعين فالنحن أعلم جديد من هذا الواضح ولكنه السنون من المنزل أفضل عن الهيار سيطح السفل فعلى هكذا الجهاز يحبون أن يتجب على المنزل فعلى الهيار المصرحة كمخصة 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 لكما تحبوها مقدار كمخصة ممش اضع الماء بشوية حتى تشرب الكسكس مشمخ لا تشرب الكثير من الصح مشمخ كما تفتلوا هذا المقروط يبدأ يدخلوا الماء و تحبسوا لا يجب أن تشرب الكسكس في هذه المرحلة تشرب كما تشرب اضع الماء و تصيره تفويل الكسكس في الثاني عليك اختيار الكسكس لديك الماء و يدخل الماء يعني لديك السيارات تستمر مزيز الماء و يلعب التشرب الان انتظار و يكن لديك نضع الكوكس كسو ماية جميلة و اتنام الأشياء اهلا كما أضع فره المزوره نحن يمتغل و اخير مواصر الكولة ديما تحللكم و تقولكم ما تنسونيش باقراء المصادر لتعاوني الى البارتاش باش هكذا القناة تكبر و العائلة تكبر و ديما تمدلكم نصائح و من شاء الله يا ربي برك تأخذوا عطلة تقوم بزيارة كما يقولون لا تقوم بزيارة دفع نظر نقوم بزيارة عطلة نقوم بزيارة نضيف جميع الملح الميحة، الآن يجب أن ينطلق على نفس الهدفة الأمر يجب ان يتم تجربة نفسه لذا يجب ان يشبه السوداء ويجب ان يتجربه منذ سنتهي يجب ان يشبه السوداء فقط ان يتم تجربة نفس الهدفة ثم يجب ان يتفر من وضع السوداء حفظ 8 سيسينا اطار دمام حبيباتي هنا بعد ما فارق التفوير لنا يجب أن تضيف طبسي تضيف فوق الكسكاس كما ترى كما يصب من الكسكاس لا يتشرب هذا الكسكاس يتشرب هذا الكسكاس بسرعة نضيف ملح ثم نضيف ثم نضيف ملح ثم نضيف ملح ثم نضيف ثم نضيف ملح ثم نضيف ملح فمتح ملح ثم تضيف ملح ثم قليس دمام أحبك بالتأكيد صغير وخير ماذا يكون مستعد. مهم على حالة المنطقة يسود من الأفرادة التي تدفع الإسراءة تشغيل الأشياء. اشتركوا في القناة يجب أن نحصل على عمل كامل إذا كنت أكبر كامل المنزل سوف نضيف الوضع يجب أن تشرب ملح كما ترون في التوفيه شوفوا القوام بتاعه خرج كل حبة تطير وحدها وما تعجن ليش وخرج كمية المال يدرتها لو سوا سوا ان شاء الله يربي تطبقوا الطريقة وترجعوا لي بالخبار خطر طريقة ولا أرواح ما تلقوش طريقة أسهل من هذا الطريقة خطرش طريقة سهلة سهلة بل بزاف و شرحتها شرح مفصل كما يقولوا ان شاء الله يربي تنجح لكم الطريقة التاعي وهنا يا كفتتنا نزيدو شغير بشوية شوية زيت زيتنا خطر الزيت هو اللي يعاونو باش ما يلتسقش وهنا يا انفوروها التفوية الأخيرة وبعد كيفور هذك الكسكس انتلاقوا وتشوفوا الكسكس التاعي مع السلسة تاعه وجدة نحن نقرأ السلسة بالخضر نحن نقول له السلسة بالعربية لا نعرف سمحوا لي اللي يعرفي كتب لي في الكمنتر نحطوه في الكسكس ونديوه الفور التفوية الأخيرة و بعد انتلاقه في طبق تقديم كل من نحن ن pont اهلا مصورين مصورين شخص مصورة انتحن نقرأ جزء لازم على الطاولة كي نحط الكسكس لازم نحط معها الفلفل واسموا البصل هنا يلفلفل طاب والكسكس طاب شوفوا كيفاش يتزالبع واحد ويتزالبع ونعرفش العربية سمحوا لي يتوزع واحد كله 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 يروح وحزز وصف زغاء قهره كله يروح وحزز دونك لقاس فتتات صغير كله وثي تسويجذاق ويتم شروح وحزز والله العظيم ها اشكيث اسقيني عن دهدار غافلة صفاد ثنين اهتصا اهتصا انا قشقش العزيو التوصلت اللايوه افي في اللحيو اكدو قرحان ثوركنا اتوايم ام احتفاغ بيقبو يركل او افاد اشكيث افاد وفنين ان شاء الله ياربهي تجاربه ان شاء الله خطار كل شهره اضغار ذيره كل شهره يخضره للكمسك انتروفا بلانكي يقن حذر يقسقو ياشدن صفاغ امبلاء اسو يسع فرحنا ان شاء الله الكسكس واجد والسلسة اسقينا يوجد سكسونا يوجد اثانا مكتفا افراد اشكيث افراد ونديقف منين اوليك نفس وا sweats ادبوه مجدد ومجدد ادبوه هناك اسم الهواء اذا لا ايضا يوجد منين اذا قد تعلم اذاقو لديك ان شاء الله ستنفهم ان تردوا على الفيديو باستجان ان شاء الله ان هذا تجارب مزر لك وتندميمها هذه الأطباق لنهار اليوم قشرة الفلفل ملح وزيت الزيتون ملح وخل أضعنا اشيدك لنقوم بيضع الكوسكس نعرف زيت زمور شطح الشطح يمكن ان يقوم بيضع أسدقاء اضع لفصيني. ترغس اي ميح ترغس زيت ترغس الخلد او كانت سترحك ريحاني ثقس حد. البلاي نوستقيا ثانية يشد فاغي فغد اشكيس. ان شاء الله يا ربي ذو البلاي جار في. ان شاء الله اكنا قارن كنياجف وذي دعم الاخبار ذي لكم. حبيباتي نخليكم تشوفوا الطبق تالي يوم ان شاء الله يا ربي ما درتش يعني بزاف حوايج باش تشهيوا. ديت بارك مقادير بسيطة جدا. كل ما متواجدة في كل بيت. ان شاء الله يا ربي تطبقوا هذي كل نصائح لم ديتها لكم. ان شاء الله يخرجوا لكم اروع من هذا والاخير من هذا الطبق اللي وجدته معكم. اه كو لا تقول لكم وصلت الى نهاية الفيديو. لكل بداية نهاية. نقول لكم خليتكم في امان لا الى فيديو الاخر ان شاء الله. اقول لكم خليتكم في امان لا الى فيديو ديتون ان شاء الله.